فيما واصل الجيش العراقي اليوم تقدمه ضد عناصر داعش غربي الموصل بحث رئيس الوزراء حيدا لعبادي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتل مرحلة ما بعد داعش أعلنت القوات العراقية المشتركة سيدرتها على حي الزنجيلي الكائم في الساحل الأيمن من الموصل عقب توغل وحدات من قوات الشرطة في الحي من عدة محاور باتجاه باب سنجار وكشفت الشرطة الاتحادية أن هذه العملية أصفرت عن مقتل 23 عنصر من داعش كما سيدرت على مقار الانتحاريين يضم أحزمة ناسفة مشيرة أيضا إلى تكبيد المسلحين خسائر هائلة في الأرواح والمعدات وقالت وحدات الشرطة الاتحادية أنها أجلت العشرات من عائلات حي الزنجيلي عبر الممرات الآمنة ونجحت في نقلهم إلى مخيمات النازحين يأتي هذا فيما قصفت أيران التحالف الدولي حي المشاهدة في قلب المدينة القديمة غربية الموصل وأدت الغارات إلى تدمير عجلات عسكرية ومعدات تابعة لتنظيم داعش وعثلت القوات الأمنية في وقت سابق على سجن كبير تحت الأرض فيه عشرات المحتجزين من محافظة الأنبار في الجانب الأيمن للمدينة سياسيا بحث رئيس الوزراء حيدر لعبادي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل مرحلة ما بعد داعش وقال المكتب الإعلامي للعبادي أن اللقاء بحث الانتصارات المتحققة في الموصل والدعم الدولي للعراق في محاربة الإرهاب ومرحلة ما بعد داعش والتعاون الإقليمي لدعم العراق وأضاف البيان أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى قدمت تهنئة بالانتصارات المتحققة مؤكدا دعم بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب